يعني مثلا الكتاب المجلد الرائع ده خمس اجزاء انا اجاب لكم جزء الاول بس خمس اجزاء مساجد مصر واولياءها الصالحون طبعا الستاذة العظيمة دكتورة العمارة الجبارة دكتورة سعاد باهر محمد الكتاب ده زاكرة الكتاب ابن انزلاء في خمس اجزاء الخمس اجزاء على فكرة بقرابة 120 جنيه وفي كل مساجد مصر مساجد الاولياء وتلاقي في كل مسجد وصف المسجد ده حتى الرسم اللي هو تعرفين زمان اللي هو على الورق الازرق اللي كان يترسم فيه تأسيس العمارة نفس حكايةهم حتى الورق الازرق ده كل التفاصيل الخاصة المعمارية والجغرافية والمكانية وشيء مبهر دكتورة سعاد باهر فييجي الكتاب ده التراث العظيم المفروضي في مكتبة كل مصري الخمس اجزاء الجزء 24 جنيه الى اي حد فعلا يعني تشكر مكتبة اسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة وذاكرت الكتابة اللي بتطلع علينا التحفة دي اللي لازم تشتروها كمان لما الهيئة صور الثقافة بتنزل لأول مرة بعد سنة دي خمسون عاما على رحيل العقل المصري الاول المعلم الاول اذا كان ارستو المعلم الاول فاحنا المعلم الاول بتاعنا تحصين دكتور طه حسين 28 اكتوبر 73 واحنا 2023 خمسين سنة على وفاة دكتور طه حسين واعتقد ان مصر كلها السنة دي لازم تبقى طه حسين احنا عندنا حدثين في منتهى الاهمية بيمر عليهم خمسين سنة من حيث الفكر والثقافة والخضارة احنا وفاة كتبنا الاعظم طه حسين من حيث الحدث التاريخي السياسي الوطني الاعظم الحربي والعسكري اه حرب 73 فاحنا وصاد خمسين سنة السنة دي المفروض يبقى فيه انت عاش ثقافي فكري راهيم فيما يخص طه حسين كل حاجة في حياتها طه حسين تطلع بانجاضي عليها طه حسين تيشرتات عليها طه حسين كتب طه حسين تتوزع بمدعومة وكويس قوي واول حاجة عملك هذه الصورة الثقافة وعملها بشكل كتاب بخمسة جنيه وبتمانية جنيه بيعين طبع مؤلفات دكتور طه حسين المفروض ان احنا في المدارس بطه حسين المقرر علينا في التعليم السنة دي المفروض ان التلفزيون يبقى عنده كده احتفال يومي بطه حسين كل يوم حاجة عن طه حسين مقولات طه حسين تتصدر الصحف صفحات الاولى كل يوم مقولة طه حسين في عام الخمسين لطه حسين بالمناسبة الكلام ده بيتعامل برا للمفاكرين العظام في ذكرى بلادهم او ذكرى وفاتهم خصوصا اللي بيبقى 50 سنة 100 سنة 25 سنة 10 سنين لو تمر حقمة زمنية كده بيبقى في هذا الاحتفاء بهذا النوع بإحياء الضمير المصري الضمير الشعبي الضمير الوطني هنا ما نحي الضمير المصري والعقل المصري طه حسين هو العقل المصري العقل المصري المفروض المادة الخام للعقل المصري الحديث ولما تلاقي ايضا برضو في الزات الاطار في الهيئة قصورة الثقافة يعاد الطبع اللي برضو السلسلة العظيمة بتاع ذاكرة الكتابة اللي بتعيد طبع ما هو قديم ثمين مهم عميق مؤثر خالد بتعيده لينا مرة اخرى نهر النيل في المكتبة العربية وبالذات مع دكتور محمد الأستاذ محمد حمد بناوي وبالذات مع حكاية بصد الأسيومي وحكاية واستعادت يعني علاقتنا بالنيل لازم اظن يبقى في كل بيت مصري الكتاب ده عن النيل ليه لانه بجاء الكتاب جاي بكل ما ذكر النيل وعن النيل في الكتب الدينية كل الكتب الدينية كل الكتب الأدبية والروائية كل الكتب الجغرافية النيل النيل كيف وصف كيف قدم كيف ذكر فده سرد عظيم يؤكد لك كمان ان النيلك ده يعني يسر في قلبك وممناسبة النيل برضو لما نروح لنهي العمل الكتاب وهي بتقدم لنا في سلسلة السلسلة العظيمة مكتبة الأسرة الصخرة في حفر قناة السويس وممناسبة مكتبة الأسرة ورغم يعني احترام الشديد لاستمرارها وانا كان هي غير مستمرة بشكل بنفس التدفق القديم وانه يعني تاريخيا يا جماعة هذه السلسلة من اهتمامات وعطاء السيدة سوزان مبارك وكانت مشغولة جدا بالسلسلة دي وهي صانعة هذه السلسلة مهرجاء اللي مكتبة الأسرة أيام القراءة للجميع وكانت زمان في عهد مبارك سورتها دايما تتحط في الغلاف الأخير كانوا من التكريم السيدة دي صاحبة النشاط العظيم ده مع المكتبات مع الحاجات اللي كانت بتعملها ما يصحش خالص الكتب تصدر بعد 2011 لا يشار فيها أسستها السيدة سوزان مبارك أو صاحبة الفكرة السيدة سوزان مبارك 1900 وكذا ده اللي اسمه الانصاف ده اللي اسمه العدل ده اللي اسمه احترام التاريخ ده اللي اسمه لا تبخسوا الناس أشيئا ننطق النهاج نثور نعمل احنا عايزينه لكن في لحظة الصدق والانصاف لابد من ظهور هذه القيم تمام موجودة عندنا وموجودة في مجتمعاتنا وفي شعوبنا قيم الانصاف طيب السلسلة هنا بقى بطلعنا كتاب للدكتور عم عزيز محمد الشناوي السخرة في حفر قناة السويس كيف كان المصريون يساقون بالسخرة بالغزب والجبر والإجبار والقهر والقبع والضرب والتعزيم عشان يحفروا قناة السويس عشان نعرف كلنا ايه بت قناة السويس ليه موجودة في قلب كل مصر ليه قناة السويس اي كلمة عنها اي اشارة ليها اي تفكير يحوم حولها قلب قلوب بيت مليون مصري بتنطفت وايادي وسواعد بيت مليون مصري بتعتربت ليه لانك جيت على اللي حفرها بقلبه واتحفرت في قلبه المواطن المصر ان احنا لما هنيجي نعيد قراءة هذا الكتاب نكتشف تقريبا لا يوجد بيت واحد في مصر لم يشارك في حفر قناة السويس طبقا العدد السكان طبقا للتوزيع الجغرافي طبقا للفلاحين اللي خرجوا من الاقاليم هتلاقي كل واحد في عيلته في جده بقى التالت الرابع الخامس السابع حسب ما تدورت هتلاقي في حد من عيلتك حفر قناة السويس ومن ضمن برضو الهائة العامة للكتاب السلسلة اللي المفروض دي سلسلة يعني تبقى سلسلة مصر الاولى تاريخ المصريين وجبت منها الكتاب ده اللي هو انتفاضة 1946 في مصر للاستاذ الشام عبد الراوف 1946 كان بيتكلم عنها دكتور نوسف دايما لأنه في الوقت دا كان في الوهج هو فيها شابا يعني متألقا ابداعا وسياسا وحضورا ومشاركا في الحياة كان بيسميها ثورة 1946 مع اعتبار انه مصر كلها سنة 1946 انتفضت في مجاجهة الانجليز انتفاضات هائلة اكتسحت الشمارع المصرية والمدن والقرى والريف حاجة شبه 2019 عندنا 2019 اللي استمرت لغاية تقريبا نهايات 22 عندنا 1935 انتفاضة كبرى في مصر رهيبة هائلة نظر الشروق منزلة يمكن لدكتور حسني حسن دكتور كتاب انتفاضة حمد حسني انتفاضة 35 هنا بقى انتفاضة 46 برضو العام اللي بعد 11 سنة انتفاضة سباها دكتور يوسف جريس وانا صدقه صورة 46 ايه اللي حصل فيها ايه اللي جرى فيها وليس لت 46 تحديدا ده اللي تقرأ في هذا الكتاب الرائع انتفاضة 1946 في مصر اللي فيها مع عمال وفلاحين والطلبة ومثقفين وجمعات السرية ومزارات مدارس ومزارات مدارس بنات وولاد وحاجة ومتضحيات وشهد شيء رهيب وبالنسبة هي العمل الكتاب السنة دي كمان عملت اعادة طبع بطريقة جميلة جديدة للشعر العظيم صلاح جهيد عملوا العمال الشعرية الكاملة ودي انا جبت لكم النهار ده طبعا ده حوالي 20 كتاب من اصل لكن جبت الرباعيات لانه معتبر الرباعيات هي اعظم كتاب مصري على وجه الارض اعظم كتاب مصري على وجه الارض طب خلينا اكون اكثر دقة اعظم ديوان شعر مصري على وجه الارض وانه اللي عمله صلاح جهيد في رباعياته ينافس الامثلة الشعبية ينافس الحكمة الشعبية ينافس الفلسفة ده كتاب فلسفة المصريين في اشعار بالعبية المصرية لالفز الاستثنائي صلاح جهيد يا باب يا بأفول امتى النخول صبر طيامة واللي يصبر ينول ده ايه تسنين والرد يرجع لي مين لو كنت عارف مين له كنت اقول ايه عجبي هاي العمل الكتاب بتقدم لنا الهدية الرائعة دي وبنسبة التاريخ استاذ الكبير الرائع الفاضل المفكر والطبيب والسياسي والنبيل محمد بلغار بيقدم بيقدم لنا كتاب تاريخي وهو رجل عرف باهتماماته التاريخية وبكتاباته التاريخية وشغله على اليهود في مصر شغل يستحق الاحترام والتقدير يستحق الوسام ايضا شغله كمان على الاوبئة في مغسر برضه كتاب نادر وعظيم لكي كمان يقدم لنا النهاردة كتاب عدار الشروق تحفة على الفيلق المصري جريبة اختطاف نص مليون مصري انتوا عارفين انه اثناء الحرب العالمية الاولى صدرت الاوابر الى مأمور البراكز والعبد بالابضة على شباب الفلاحين وربطهم بالحبال وترحلهم للجيش البريطاني لسينا فلسطين سوريا لبنان العراق غرم تركيا جزر اليونان فرنسا بلجيكا ايطاليا نص مليون خمسمية وتلاتين الف فلاح مصري مصر وقتها كانت اتنشر مليون نسمة خمسمية وتلاتين الف فلاح مصري راحوا يحربوا بلجيكا وايطاليا وفرنسا واليونان وفلسطين وسوريا ضمن الجيش البريطاني وقتل منهم خمسين الف فلاح مصري يعني تقريبا يعني عشرة في المية من اللي تم تجندهم هل احد يعرف هذا الدور اللي نعمه فلاحه مصر في حرب العالمية الاولى هل عرفنا استنزاف الاحتلال البريطاني والاستعبار البريطاني لأجددنا هذه حقائق يكشف عدها باسلوب بقى في ملتها السلاسة وبكتابة في ملتها الرقي وفي نفس الوقت بوسائق وارقام كثيرة عديدة وده يوديني للتاريخ برضو للكاتب الرائع الاستاذ مصطفى عبيد الرواء الكبير اللي بترجم لنا في دار المصري اللبنانية كتاب عن مذكرات طبيب تشريح بريطاني في مصر الملكية كان رئيس قسم التشريح في مصر هو اللي عمل واشرحت زينهم وهذا الرجل سن كاتب مذكراته فميترجمها دكتور مصطفى عبيد استاذ مصطفى عبيد في كتابه الرائع قارئ الجثث وبيقدم هذه المذكرات لأول مرة للمكتبة العربية المصرية ومشوف فيها مصر بتاريخ خمسها بتشوف كمان القتلى والشهداء لصور التسعتاشر بتشوف جسس رياوسكينة وتشريح الضحايا شيء برضو يقول لك قد ايه تاريخ مصر تاريخ خصب جدا وعامر جدا ومغمور بالتفاصيل وهو نفسه كاتبنا الكبير استاذ مصطفى عبيد اللي ترجم توماس راسل اللي هو حاكم حاكم دار القاهرة الانجليزي اللي عاقرا 40 سنة في الموليس المصري هو اللي حاكم حاكم دار الموليس المصري وكتاب برضو صادر عن دار مصري اللي منانية كتاب تاريخ مصر بالزاوية تانية بشهده بلا منها خالص الحاكم دار الانجليزي وبيحكي بقى صور التسعتاشر وبيحكي خط السعيد وبيحكي تفاصل وبيحكي بقى قصصين الاثر وبيحكي كلب الموليسي وازاي داخل مصر وقصص هائلة رهيبة وتعرف كمان في توماس راسل ليه في مصر وقت من الوقات كانت تغرق في الافيون كان الحشيش والافيون والكوكاين في مصر خصوص الافيون وكوكاين منتشرين انتشار جنوني وحالة الادمان الشعبي هائلة في هذا التوقيت وتعرف ليه سيد دا روش كان بيغني ضد الحشيشين والكوكاين ويعايز الناس تفهم المخدرات وهو كمان سيد دا روش بقى حض ضحيان تعرف ليه شيء مذهل ازاي تجارة الكوكاين والافيون كانت في ايد الاجانب الاجانب لان الوقت دا الاجانب مكان علشان تروح المريس يقتحم الاوكار ويزبط العصابة لازم ياخد موافقة من القنصلية او الصفارة اللي بينتمي اليها الراجل الاجنبي اللي بيبيع المخدرات وكانت القنصليات والصفارات تماطل وترفض وتأبى وطبعا كان بيتفقوا مع تنجر المخدرات يعني وحتى لو وفقت بيروح الراجل معاه الموليس يؤمد على الراجل الفرنساوي او الانجليزي اللي بيتاجر في المخدرات فيلاقي انه الراجل بتاع المخدرات ده باع المحل او الورشة او المغزن اللي في المخدرات لخواجة يوناني ايدي يا خبيبي المحل بتاع الخواجة اليوناني فبقى يبقى الموليس يكف في يده ومعرفش يقتحم ولا يؤمد على حد غاية ما يروح ياخد موافقة بالصفارة اليوناني المهم قال الجسس كما توماس راسل كتاب حكام دار القاهرة وبترجمة روايب بارع ورائع زي المستاذ مصطف عبيد جانب هائل من تاريخ مصر العظيم الرهيب والبليء بالضرابة يعني الهائلة وبالمناسبة كمان استاذ ايمن الحكيم بيعدم لي المكتبة المصرية كتاب عد عبد الحميد باشا بدوي عبقري القانون عبقري القانون اول قاضي مصري في محكمة العدل الدولي اول قاضي مصر مصري طبعا فيه شوارع باسم القاضي او المستشار عبد الحميد باشا بمعنى الاشارة الى انه موجود وقدر في الزكرة بس من الزمان لما تستعيد بقى سيرة هذا الرجل ورحلة القضاء المصري ووصول واحد من هذه القامات القضائية المصرية الى اول قاضي مصري في حكمة العدل الدولية اعتقد انه ده واحد وعلامة كبيرة كونسوس لما يكون كمان التأديم لانتور طبع حسين لما نروح للتاريخ نفسه نلاقي بشوي القمص كاتب مصري ويقيف في الخارج من دار كيان نحن نقول دار ابقار القانون دار انسان بشوي القمص لا احد يتعلم بالتاريخ انا اول ما شفت الكتاب النهار ده على طول اشتريته على طول يعني اقتريته ليه لانه له نفس الكتاب بشوي القمص لا احد يتعلم من التاريخ الجزء الاولاني كان عمله لا احد يتعلم من التاريخ عن احداث في مصر وسوريا والعراق بزات سوريا والعراق مرعب كتاب مرعب في قراءة تاريخ المنطقة واللي حصل فيها وتقديم سيرة تاريخية مختلفة ومتميزة ومدققة ومحققة وتحس انه اول يعني بتخلص الكتاب يعني يعني طبعا حكايت انك تنتحر دي وصالة صعبة قوي تحس الناس دي الاخطاء الاخطاء المتكررة الدائمة دي اللي سببت كل المصايم والبلاوي لحياتنا العربية محتاجة فعلا هي اللي تنتحر الاول ما شفت بقى قيصر الجديد لأحد اتعلم التاريخ بشوي القمص قلت على طول احنا اصد يعني كتاب متبيز وشفت في الفهرس حالة بيت بقى رأى التاريخ في اليونان في البرازيل تاريخ في فرنسا وكمان ازمة مارس 54 ولشديني جدا ان في فصل عن ابو الخير نجيب وهذا الرجل مظلوم بشكل رهيب جدا ابو الخير نجيب ولعله واحد من الاسماء اللي موجودة في رواية كل الشهور يوليو لكن هو رئيس تحرير جنيد اسماء الجمهور المصري عبد الناصر سجن وتقريبا 14 سنة وعشاكة مقالين فشيء حزين ومؤلم وغريب لانه ابو الخير النجيب كان من الصحفيين اللي حولوا جورنانهم الجمهور المصري وهو جورنان ومالك هو كمان الى قنبلة في مواجهة الانجليز ويشارك في المقاومة الشعبية في مرسعيد للاحتلال والدرجة انه جورن جمهور المصري ده كميما فيه مخزن السلاح للفدائيين واذا بيء الرجل بعد وابو الخير نجيب في التجان كان عامل التجان الهاوية مقال مهم او ينزل في فاطرة ملك فاروق فاحيل لنيابة بتهمة العيف الزات الملكية وكان يعني ملء السبع والبصر رغم انه كان كاتب موهيم خالص وكان ابو مجموع يعني خلفته كلها بنات فكان بيسموه ابو البنات اعتقد سبع بنات يمكن يمكن المهم انه في 54 قعد مع عبد الناصر عبد الناصر قال له بتكتب المقالات دي وليه مش انا كنتكلم دي فعلا عن الديمقراطية في مواجهة يعني فاهمه عبد الناصر انه ده دعم محمد نجيب يبدو البرخير نجيب يعني اصر على موقفه واصمم فالله مش تفضل طلعه في الدور التاني ولا في الدور التالت يحققوا معاه حكم معليم الاعدام فوق في الدور التاني حكم معليم الاعدام ويخفف الحكم بعد كده ال 15 سنة واعد فيهم من غاية اكتر حوالي من 54 لغاية بعد 67 فهو اول برضو ما شفت عنوان ابرخير نجيب قلت بشوي بيتكلم صح حوالي